هذه من الأمراض الخطيرة التي قد توقع صاحبها حتى في الكبه في نهاية المقامة ونعاني منها من الاتصالات الموسوسية ومهما قلت له أو حاولت أن تفهمه يعني لا يتصور ما تقول لأن الشيطان قد لعب بعقله إبليس لعب بعقله فوقع في هذه الوساوس يقول لك أنا أغتسل في اليوم إحليم مرة أنا أتوضع إحليم مرة كل ما توضى جاء إبليس بل أنت ما مسحقك إذا توضى جاء إبليس قال أنت ما غسلت العضو الفلاني كل ما توضى قال أنا إبليس جاء إبليس بل أنت ما رأيت الماء يسيل منك العضو الذي توضأت عليه ليأتيه يقول لأن أنت قد أخرج تريح ولم يخرج يأتيه بعد أن يقول قل أنت في سروالك أو في ملابسك قطرات من البوت وهكذا ثم أيضا يأتيه بالكلام إذا أمنا خذك شهرا كاملا ونرجو الله أن تكون رجعة الآن تكون دائما يجيها يقول أنت كفرق أنت قلت كذا وكذا وهي لم تتكلم لم تتكلم إنما لعب بها إبليس حتى وقع فيها لهذه التصدرات يعني الوسوسا قد تجعل الإنسان يتخيل أن أمامه شيء غير موجود قبل بضع سنوات واحد ادعى النبوة عندنا في جامعة فجاء يكلمه بعض الإقوار من نصيح أنه الله هنا كان أنت أعمى لا ترى أنا ترى جبنين ها هو أماني يراه بماذا بمخه مخه خلاص ضرر فيتخيل أشياء غير موجودة لا وجود لا يتخيل أن قوما يطاردونه يريدون القتلة يتخيل أن كذا أشياء كثيرة فهذه الوسوس يجبع المسلم أن يقلع عنها وذلك بأمور سأذكرها طبخها يا عبد الله إن أردت السلامة لنفسك الأمر الأول النجوء إلى الله سبحانه وتعالى إن جاء الله بالدعاء ثم آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل فينادي عباده من يسألني فأرقها من يستخدرني فأخذر له من يدعوني فأستجيب له ودعو بحضور قلب بحضور قلب لا تدعو أن تسارح تذكر في الدنيا وحطامها ودعو بحضور قلب تفجور وخضور وإقبال على الله أنت في تلك اللحظات ينبغي أن توقن وتعلم أنه لا يراك إلا الله وانت في بيتك وحدك في غربتك متوجه إلى ربك تنفرح بين يديك تسأله قضاء الحاجات وكشف الغربات إذن أولا النجوء إلى الله سبحانه وتعالى ثانيا الإكثار من تلاوة القرآن بتأمل وتمعهم وتدبق وقول إذا يجيك واحد قلنا أنا بيقرأ لا تدين الشيطان ما تقرأ إلا رياح يعني إن فعلت طاعة ويريد أن يوقعك بالمعصي إن لم يستطع يشككك في ماذا في الطاعة التي تفعلها وكذلك ما تقرأ هذا رياح أو مهمك أنك لا تستطيع افتراك قلنا كل ما أجي أقرأ أبدأ يأتي نضيق فيقل بيني وبيني لأنك استسلمت له أصلا أنت استسلمت له من البداية وهذا يجرنا إلى التوصية الثالث إذا أحسست بشيء من ذلك قل آمنت بالله واستعج بالله من الشيطان الرجيم وقل غير وضعك أو جلسة وغير مكانك وتوجه إلى الله قم فصل ركعتين صحاب الله عليهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم الله يا رسول إنا لا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به قال ذلك صريح الإيمان نعم فعل كونك تستعظم هذا صريح الإيمان فلجأ إلى ربي رابعا خير يعني طريقتك في الوقت نظم وقتك خلي وقت القراءة وقت للصلاة وقت للترفيه بما أباح الله لك من وسائل الترفيه لا ترفع عن نفسك بالمحرمات والنظر إلى المحرمات وما إلى ذلك خامسا إقرأ رابعا كتب السلف التي كتبت في الإيمانيات كما يبدون أو في الزهر مثل كتاب الجواب الكاثين لمن سأل عن الدواء الشافي والمسمى بالدائي والدواء لمن؟ لابن القيم اقرأ كتاب طريقة ذجرتين لابن القيم أيضا اقرأ كتاب عيدة الصابرين لابن القيم أيضا اقرأ كتاب الفوائد وبدالع الفوائد اقرأ كتاب شررة الإيمان لشيخ الدرحمن السادس اقرأ كتب الكتب التي ولفت في تليين القلوب لكن افتعد عن بعض الكتب التي حشيت بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة انتبه لها لا تقربها الأمر السادس لا تجعل نفسك في مكان خالي تستسلم للهموم والضياع خلق بالناس صلى الله عليه يقول الذي يقال يقال الناس ويصدر عليه خير من الذي لا يقال يقال خلق بالناس فلسيم أهل الخير عليك بهم ومجالستهم لا تجعل نفسك في وحدة في ذاوية منذوية مكفهر والضبال زعلان لا تدري أين تتجه لا تدري لنفسك اختلط مع الناس الذين ينفعون هذه الجلسات الطيبين لكن افتعد عن هذه الجلسات غير الطيبين لأنهم لا ينفعون لا في أمر دين بلا في أمر دنيا السيد يا عبد الله أن تكون عند حصل الظن ذائعا الأمر الآخر عليك في الصلاة صلاة النازل السابع لأنها بلسم وعلاج يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلاد ويقول ماذا وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة فإذا حزبك أمر فتوجه إلى الصلاة إلك إلى ربي ينطرح بين يديك ينكسر بين يديك تذلل بين يديك سبحانه وتعالى في أن يشفيك من هذا الدار العباد أكثر من ذكر الله من التسبيع والتهليل والتكبير والتحميل والطرق منهج السلف الصالح أي في ذلك إلى أن ترقى الله عنه وتعالى وأخيرا أنبهك يا عبد الله إلى أمر مهم جدا وهو أنك إذا أحسست بهذه الوسوة إياك ثم إياك أن تسترسل معها بل انصرف اصرفها وانصرف عنها تماما ولا تفكر فيها انصرف عنها بالكلية قل آمنت بالله ثم انصرف عنها وابتعد عنها ولا تسترسل خلفها وتفكر فيها وتفكر فيها حتى في علاجها لا تفكر هذه النقطة مهمة جدا أنك لا تسترسل ولا تفكر فيها هذه بعض التوصيات أقولها لمن للذين افتروا بهذه الوساوس بإذن الله ستزول لو طبقتها بصدق وإخلاص بإذن الله سوف تزول أما إن استسلمت أما إذا استسلمت للأوهام وتلاعب الشاقين بك لأنك لن لن تنجم وإلا فإني لا إخال كرهك ترجمة نانسي قنقر